خلينا بقى نكمل بقية الأخبار اللي معنا أيضاً كابتن خالد بيبو بيتحدث عن استراتيجية العمل في الموسم الجديد كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين في النادي الأهلي كان أو بيتحدث عن استراتيجية لشكل القطاع خلال الفترة القادمة في النادي الأهلي وكابتن خالد بيبو الحقيقة ظهر بشكل رائع جداً القطاع بالكامل لما بنقول كابتن خالد بيبو يعني بنقول المدير الفني الموجود التشيكي وبقية المديرين الفنيني لمسكين كل الفرق كابتن خالد بيبو في القطاع ماشيين بشكل جيد جداً نتمنى استمرار هذه النهضة الرائعة والكبيرة جداً في قطاعات الناشئين اللي واضحة خلال الموسم السابق قال كابتن بيبو أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يتواصل معه باستمرار للإطمئنان على سير العمل في القطاع وقال إن هناك خطة مدروسة لفترة الإعداد سيتم تنفيذها خلال الأيام البقبلة أيضاً تدريبات بدنية لفريقية 2001 و2003 داخل صالة الكاراتي بالنادي الأهلي تدريبات زي ما قلت لحضراتكم بقى ده استكمالاً للموضوع نحن يبقى فيه خلال الفترة القادمة شكل معاية للتدريبات بدنية لقطاع الناشئين في النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ألتشيكي زي ما حضراتكم شايفين الصورة أمامنا مايكل بروكتش المدير الفني لقطاع الناشئين هو بيحرص بنفسه أنه يكون متواجد في مثل هذه التدريبات البدنية القوية اللي بالمناسبة الكل بيأسس عليه فترة الإعداد الكل بيأسس على فترة الإعداد